مرحبا و احلى سلام لكل متابعيني لعزاء و متابعات الغاليات ان شاء الله الكل بخير و صحة و تمام العافية ان شاء الله اليوم هذا الفيديو عنده طريقة كل السهلة و بسيطة و راح تستفادوا من عندها و اللي هي شون نتحولون نعود البخور الى بخور ما بي اي ريحة حرق كنا نحب نشغل بالبيت بخور بس و خصوصا هذا النوع من البخور تجي العطور بي كلش طيبة طبعا هذا البخور هندي بس المشكلة انه من الشغل هذا البخور هذا العود اللي يكون بداخله يسبب ريحة حرق بالبيت يعني من الشغلية ريحة الحرق مات العودل اللي بداخله تضغي على ريحة البخور فاني ان شاء الله اليوم هذا الفيديو راح اشوفكم طريقة كل السهلة واني دائما اسويها بالبيت وناجحة مية بالمية تحصلين بها على ريحة البخور مية بالمية بدون اي ريحة حرق هسا هنا انا عندي هذا البخور و طبعا عندي ذيش الانواع من عطور مختلفة انا دائما اجيب عطور مختلفة واسويها الطريقة فى حيث ادمجها كلها مع بعض الصر ريحة البيت كلش طيبة اخذ عود البخور و اكسر العجينة اللي خاليها على العود الخشبي هاي شه تجي هو يعني هو يجعل الشكل عجينة بس ميبسيها فاكسرها من العود الخشبي بهالشكل و اكمل كل الكمية اللي عندي اللي حابة اسويها وهذا العود الخشب بعد اتخلص من عنده اللي ينهي هاي العوادين هي اللي تسبب ريحة الدخان وتقتل كل العطر اللي موجودة بالبخور هس راح اكمل هاي العوادين اللي عندي لمجهزتها اليوم هاي بعد ما كملتها طبعا انا استخدمت مجموعة عطور مع البخور يعني مو نوع واحد مجموعة انواع و دائما اسويها بهالشكل و ادمجها مع بعض الصر عندي ريحة بخور كلش طيبة من كل الانواع والعطور طبعا تجيبين قنينة محكمة الاغلاق تفرغين بها هذا البخور اللي كسرتي من تستخدمين تاخدي من عنده مباشرة تحكمين اغلاقها حتى العطر مات البخور مايفقد عطرها مرور الزمن طبعا هاي القنينة متابعاتي يعني يعرفون شوان سويناها هاي طبعا من علب الجبن اللي تبقى عدنا بالبيت سويته بهالشكل طبعا هاذا البخور تقدرين تستخدمي ويه المباخر اللي على الجمر تحمين الجمرة وتخلين عليها وتقدرين تستخدمي ويه المباخر اللي تجي على الكهرباء هالثاني عندي النوعين مرة اشتغل على هاي اسوي ومرة اخلي على الكهرباء طبعا وريحتها كلش طيبة ابد ماكو اي ريحة حارق تصير بي وما تطلع من عنده اي ريحة دخان تبقى تطلع بس ريحة العطور لانه هاذا مجموعة عطور زيتية وبخور ويعني من كل المواد اللي صنعوا من هالبخور يسون هاي العجينة اذا تحبين تضيفين بعد علي عطور زيتية بس ما يحتاج لان اساسا هو هذا العطر كلش قوي هذا البخور فما يحتاج تضيفين اي عطور زيتية بس اذا تحبين تضيفين اي عطر زيتية انت حاب تخلي لهيا طبعا حتى اللي عندهم تحسس منه ريحة الدخان وما يتحملوا ريحة الدخان بهاي الطريقة ابد ما رح يصل عندهم اي تحسس يعني تبقى ريحة البيت معطرة بريحة البخور بدون ريحة دخان وامن هذا جدا حتى للاطفال اللي عندهم تحسس بصدرهم اللي عندهم حساسية ابد ما يأثر عليهم لان ما بي اي ريحة دخان تبقى تطلع بس ريحة العطر ان شاء الله هذا الفيديو ينال استحسانكم ورضاكم وتجربون هاي الفكرة والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم وفكرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة